السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إلى هذه الفقرة مع كتابي اللي يريدون ونستأنف مع جو جاكي نيم بالوبروي كما ذكرنا نتكلم عن اللعبة جاكي نيم بالوبروي إذن جاكي لا يحب الضجج إذن كنا قد توقفنا مع الفقرة الثالثة أمو كنت أصلاح جاكي سيقججج على المنزل في مرحلة في مرحلة في مرحلة أصلاح يجب أن تقول يومي يتجعل جاكي وبركاته يضح لتدخل ويثبت وفي مرحلة في مرحلة لست مرحلة يتجح لك في مرحلة على چاكي جاكي سيقجججج جاكي يتجح لتدخل ملي ربيني. ملي ربيني يتويس لك conspiracy الورغ. كان لن المغ أبد الأن في الماء المغ س реально marchة ملي ربيني interpre motions ج pوه churchا يقوم ن secondaryしょう이트 Size فرما ملي ربيني ملي ربيني تويس نيج gasketه ملي ربيني تعجل prin المغ س been lودي ربيني التصبير مشافة في المغ سولة الماء الملح س هو المغ سationalية في المغ السoro الماء الملح س اللقطrats طمب سنضع الطمب هذا فعل سقط ماء الصنبر يسقط قطرة قطرة جوتا جوت صوت الماء مثلا سيكون هذا بليك بلوك بليك بلوك طبعا عادة عندما نستعمل بليك بلوك ممكن أن تكون معاني أخرى طبعا غير التي نذكرها هنا مثلا في التعريف كما نقول عامي عندما نقول عن شيئي بليك بلوك المقصود بانية إرغلية إذا نتكلم عن بيطارقة إرغلية غير منتظمة إكلاع سمي ومتفرقة كما نقول هنا و هناك سألا إنه لجم يبدون أن نتكلم عن بليك بلوك ستقوم بالتعريف لجمات بليك بلوك وليس حقيقة في جمعين كبير وليس حقيقة في جمعين كبير أو في جمهورين كبير إلى غير داري يعني أنهم لم يأتوا جماعة بل آتوا متفرقون ربما تجد خمسة يأتون ثم يأتي اثنان ثم يأتي واحد ثم يأتي عشرة ثم يأتي جمع آخر مختلف وفي أوقات مختلفة إذن نتكلم عن الناس كانوا يصلون PlickBlock أنهم كانوا يصلون في كيفية oss تذكرنا هنا بمانيرج Flook أنهم يصلون في جمهورين غير من المطيف أج моглиいつ vont وربيجر ان هنا бу глаз تجد يعني هنا حل present لدينا CB Director بكم إذن´ا قتب اس bang بكم انفي شمgio نتكї remain تكو اجد ان plural بلق بلق اكسپلور توليز اسبيك كولو ببعند نياج بلوي فلوكون غلاس بيه يل باوسي بيهنر صاليف سبوار سيروير على كوزين سترانسفورم ان لارم إذا نتكلم عن مجموع من الحالات التي يمكن أن يأخذ الماء طبعا هذا الكتاب أنه كما نقول يصبر أو جو تحولت الماء ممكن أن هذا الماء يكون على شكل دين يواج غيوم بلوي ثم مطر فلوكون ثم تولوج تولوج غلاس ماء يعني جامد بيه بيه إذا نتكلم عن بخار الماء البوصي دون صاليف يمكن أن يصبح أيضا صاليف كما نقول رائقا ممكن أن الماء يصبح على شكل رائق ثم سبوار ممكن أن يشترب سيروير على كوزين ثم يستعمل في المطبخ سترانسفورمي اللارم ممكن أن يتحول إلى دموع سترانسفورمي اللارم ممكن أن يتحول إلى دموع نتكلم عن الكتاب الذي يتحدث عن قطرة الماء التي يمكن أن تأخذ عدة أشكال طبعا كلمة بليك بلوك ممكن أن تعني معنى آخر يعني الشكل المنتظيم كما عندنا هنا سترانسفورمي 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 مونيك مرسيني 2660 بلوك السابق وقال لنا في الموارد في الموارد بالنسبة للقاء أو المواعق سأعطي بلوك سأعطيها لكم بلوك بلوك كما تنقب بلوك بطريقة غير منتظمة وكلاك ثم أنها متفرقة إذا نتكلم عن المواعيد الأولى التي ستعطيها هنا إذا السكرترا هنا ستعطي هذه المواعيد بشكل متفرق وغير منتظم إذا كما ذكرنا هنا بلوك بالنسبة للمواعيد الأولى سأعطي للمواعيد الأولى بلوك سأعطي لكم بلوك بشكل غير منتظم ومتفرق ثم بعد هذا سيصورة تجوغ على ممار سيصورة تجوغ على ممار سيصورة المقصود بأن هذه المواعيد سيصورة بأنها ستكون تجوغ دائما على ممار في نفس الساعة إذا هذا كمثال طبعا يتحدث لنا عن كلمات بلوك التي يمكن أنها تعني صوت قطرات الماء كما عندنا طبعا في الكتاب وممكن في حالة أخرى أن تعني في الفهم البلجيكي بالخصوص عند البلجيكيين أنهم عند هذا المصطلح طبعا يفهم بالشكل الذي ذكرنا هنا بلوك بلوك ممكن أن تعني بشكل متفرق وغير منتظم طبعا هنا نظر للغاق لديك جزء ثم ثم نقوم الغاق نقوم الغاق نقوم الغاق وليس نقوم الغاق طبعا من قبل أنه نهض ثم أغلاق النافدة هنا أنه يستيقض من جديد نقوم الغاق يريد أن يغلق الصنبور نقوم الغاق بالفعل فرمي يعني أغلاق لغير فرمي أنه غير مصرف لماذا؟ لأنه يأتي مباشرة بعد فعل آخر ذكرنا في عدة مناسبات سابقة بأن الفعل ممكن أنه يبقى إذا جاء بعد فعل بشكل مباشر إذا جاء بعد فعل آخر سابقه بشكل مباشر إذا أتبعد دو إذا أتبعد أ إذا أتبعد بوغ لا يصرف إذا جاء كي يستيقض أو ينهض من جديد يريد أن يغلق الصنبور ولكن الصنبور أنه قديم كما نقول أنه مستعمل طبعا لو فارب مقصود بأنك تستعمل فتبلي تجعل الشيء يبلغ إذا طبعا كما نتكلم هنا عن صنبور بالد أنه قديم بعد مرة نتكلم على لو إزي كما نتكلم عن ماء مستعمل كما نقول بأن هذا الماء لم يعد صالح ولكن الصنبور أنه مستعمل أو أنه قديم كما نقول لو كول تجوغ إذا الماء يجري دائما رغم أنه حاول أن يغلق الصنبور لكن الماء مستعمل في الجريان وبالتالي يعطى الصوت الذي ذكرنا وبالتالي في أن الصوت الذي ذكرنا أنه مستعمل مع هذه الجريان في الماء مستعمل في الجريان أي أنه قديم à القهر كهو برنام حق ماني كنت ي SUBSCRIBE ت sekali ابحة جزinflamm مح убibil çünkü أقرق أقرق رائعة في مطرق إنه حيث من Sam قال يفتح أن يفتح ، يفتح أن تسمي تشطه في قرآن يقوم في قرآن بقرآن السماء هناك العالي في القرآن في قرآن في قرآن في قرآن لذلك يفتح أن تسمي مثل في قربنا التي يفتح يقولون هنا يفتح يعني قرأة أو ضربة إذن نتكلم عن ساعة أنه يسمى على صوت نتكلم عن ساعة يسمى على صوت مثل صوت القلب تحسب التواني أبخل تيك تاك طبعا عندنا هنا صوت علينا أن نجده طبعا هذا الصوت هو تيك تاك إذن هي هذه تيك تاك إذن أنه لوج كونت لساك تيك تاك تيك تاك الساعة دونا مستمرة في عدي التواني بهذه الطريقة بهذا الصوت إذن دون لسالة موجه ينهرلج كمان كور كمان كور كيبا كونت لسوغونت تيك تاك تيك تاك تيك تاك هناك ساعة حائطية كمان كور مثل قلبين كيبا الذي يضرب كونت لسوغونت كانت تعد التواني تيك تاك تيك تاك إلى غير داري كما ذكرنا أبخل تيك تاك وبعد هذا الصوت تيك تاك لسوغونت بعد صوت التواني واسي لكار دور ثم تلاحظك إعلان عن لكار دور عن أرباع ساعات نتكلم عن الربع الأول الربع الثاني الربع الثالث ثم الربع الرابع إذن طبعا الإعلان عن أربع الساعات ممكن أن نعبر عنه ب دينك دينك إذن واسي لكار دور دينك آن كار دور دينك ثم لدومي دينك دينك ثم تخوى كار دينك 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 كما إذن هنا إذن نسمع ذلك الرانين دينك 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 إذن هذه الأصوات تتبعت ولم تترك لجاكي الوقت المناسب للنوع بوليزور صون ثم يأتي وقت الساعات لترين أونزور منوي إذن طبعا في أونزور ماذا ستفعل هذه الساعة طبعا في أونزور أكيد سيسمع هذا الصوت دونك 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 11 مرة أونزور دونك 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 11 مرة طبعا نعرف هذه الساعات التي كانت قادما بذل شكل في الساعة الواحدة تارين مرة واحدة في الساعة الثانية تارين مرتين في الساعة الثالثة تارين تلت مرات طبعا في الساعة الحادية 11 مرة ثم بعدها منوي يعني نتكلم عن منتصف الليل منوي منتصف الليل أو الثانية عشر ستارين 12 مرة كما تلاحظوا بأن هذا الصوت تقريبا هو الواحد الذي بعده ثلاثة نقاط ممكن أننا نستمر حسب عدد الساعات في الساعة الثالثة تارين يتناعجر مرات Dans l'obscurité, il marche sur la queue de Médor Qui dormait au coin du feu Médor se met à abouiller A minuit, Jacques ne tient plus Il sort de sa chambre Et va dans la salle à manger pour arrêter l'horloge Dans l'obscurité, il marche sur la queue de Médor Qui dormait au coin du feu Médor se met à abouiller Médor se met à abouiller A minuit, et quand on tient le lit Après cette salle, Jacques ne tient plus Il n'a pas été il n'a pas été Il ne s'est pas fait Il sort de sa chambre Et il ne s'est pas arrivé dans la salle à manger Et il s'est passé à la salle à manger Et il s'est passé à la salle à manger Pour arrêter l'horloge Pour arrêter l'horloge Pour arrêter l'horloge وفي الظلام هو ذهب الى هذه الساعة يبحث عنه في الظلام المارش سور لكو دو ميدور إذن هو يمشي فوق دانب الكلب ميدور التي كانت تنام كما نقول في جانب النار التي كانت تنام في زاوية النار كانت تنام في جامل الجهات القريبة من النار لوجود الدفء قربها ميدور سومي أبوي طبعا الكلب ميدور بدأت تنبح كيف بدأت تنبح إذن أكيد أنها بدأت تخرج هذا الصوت إذن أكيد ليلة سوداء عند جاكي أراد أن يوقف هذه الأصوات البسيطة فإذا به أمام أصوات أكبر إذن عندنا فعل عوضة يمكنك أن يمشي فوق الدفء هنا يجبت أن تتعق بسيطة ي 함 señال فوق الأطوات في بح recompensation notebook يمكنك أن يفعلا فوق الأطوات يجب أن يضعة يسس terrorist gol novels في م Ltность هذا هو المقصود برملاسة الوصف برملاسة الوصف أو برملاسة الوصف هناك تعويض النقاط بصوت إذن تضع في مكان شيئ ما في حالتنا يجب أن نضع برملاسة الوصف يعني علينا أن نضع صوتين في مكان هذه النقاط كما تريدنا هذا معنى كلمة رملاسة ثم عندنا كلمة الوطابلو كما ذكرنا مثل هذا الذي عندنا لنواد الوصف لنواد الوصف كما نرى لنواد الوصف لنواد الوصف لنواد الوصف لنواد الوصف هذه المجموعات تكون تكون جدوان الوزين نتكلم المعمل لنواد الوزين الوزين يعملون غالبا في معمل ياتي لنواد الوزين في المدينة هل هناك معمل في مدينتكم مثلا كيفا بريكتون كيفا بريكتون إذا كان هناك معمل في مدينتكم نتكلم هنا على البرب فا بريكي يعني في عصانا كيفا بريكتون ماذا يصنع فيه السيلانس نتكلم عن سكوت نتكلم عن الهدوء ولكن هنا في الحقيقة نتكلم عن السمت أو السوكوت إلا غير دك إذن نتكلم عن السلس سلو كون تخير دي بروي إذن هو عكس الداجيج سلو كون تخير دي بروي إذن هو عكس الداجيج إذن نجد منطقة في الداجيج ومنطقة أخرى في هالسوكون أو سوكوت أو سمت بمعنى آخر نجد فيه هدو أمتي ميو لبرو دو لابيل أو السلس دو لأكمال هل أنت تحب أمتي ميو هل أنت تحب بشكل أفضل لبرو دو لابيل داجيج المدينة أو السلس دو لأكمال أو سمت البادية أو السوكون البادية ماذا تحب كيف تحبون ماذا تحبون إذا كان السوكون البادية كالبادية التي ذهب إلى جاك أكيد سيكون هناك تشابر طبعا لكن غالبا البادية تكون معروفة بالهدو لفراز الجمل رملاسي بشكل أفضل إذا عوض عوض كذا بكذا نقول مثلا رملاسي بشكل أفضل رملاسي بشكل أفضل بشكل أفضل إذا عوض ريشتك القديمة بريشة جديدة نقول مثلا يجب أن تحب يجب أن تعوض من شفتك المتصخة بشكل أفضل من شفتك المتصخة عندما كنا نكتب في ذلك الوقت بالميداد ثم رملاسي بشكل أفضل بشكل أفضل بشكل أفضل إذا تريدنا كم يفصل جميل لا يقول أن جميل نقول مثلا كم أحب دوما كام أحب من شفتك في البادية كم أحب تحب كم أحب دوما كم أحب دوما كم أحب دوما كم أحب دوما أحب دوما كالبون سارير كم جو صري كنتن كم جو لأمرئ كم قد أكون سارين كم جو لأمرئ كم جو صري كنتن كم أنا كم أنا قد أكون سارين لن يكون صحة وكم كالبنسي كما تحددون فى اهلا jافظ تفيد ويديف يعني الهدف احترام إلا غير ذلك ثم يفيد الشك ثم يتحدث عن الشك في فعل ما كم جو صوري كونتون كم أنا قد أكون فارحا كم جو لايمغي كم أنا أحبه كم جو لايمغي كم أنا أحبه إلفا دون العصال بو أغيطي الأغلوج إذن هو ذهب إلى الغرفة كما نقول هنا هو ذهب في الغرفة لأنه سيدخل إلى الغرفة إلفا دون العصال بو أغيط الأغلوج إذن هو كما نقول ذهب إلى الغرفة ولكن هنا تقال إلى داخل الغرفة عند الحديث عن الدخول إلى بعض الأماكن إذن طبعا نستعمل السياة إلفا دون العصال إذن عندنا هنا إلفا اليوزين بو تحفي إلفا اليوزين بو تحفي إذن هو ذهب إلى المعمل لكي يعمل إلفا ألعكم بو تحفي إذن هو ذهب إلى البديا لكي يرتاح إلفا ألعكم بو تحفي لكي يريح نفسه إذن لكي يرتاح إذن هو ينهد من جديد Pour ferme la fenêtre من أجل إغلاقي النفيدة جو تلفون Pour أبلي لدكتور جو تلفون Pour أبلي لدكتور أنا أو هاتف يعني أنا أنادي بالهاتف أنا أتصل بالهاتف أتصل هاتفين Pour أبلي لدكتور لكي أنادي على الدكتور لكي أتصل بالدكتور J'emporte un livre pour le lire à la maison أنا أحمي الكتاب أنا أخذ كتاب pour le lire à la maison لكي أقرأه في المنزل ثم عندنا لأغطغراث إذن عندنا لأغطغراث عندنا بعد الكلمات المتضامنة الهاتف الصوت ي عندنا ما تلسير أو مليو في وسط أو مليو أو مليو في وسط ثم عندنا un monsieur un monsieur إذن سيد نتكلم عن رجل un monsieur سيد ثم عندنا un vieux cheval إذن نتكلم عن حيصان كبير un vieux cheval إذن نتكلم عن حيصان كما نقول مصين كبير في السين un vieux cheval طبعا في المؤمنة نقول un vieux cheval إذن نتكلم عن معيزة كبيرة السين un vieux cheval c'est bien جيد c'est bien جيد c'est bien هو أحسن الماضي يسمى lamparfi طبعا كما ذكرنا فيما سابق بأن lamparfi يتحدث عن ماضي لكنه طاويل من حيث الوقت نتكلم عن فعل كان يتكرر في الماضي نتكلم عن عادة كانت تحدود في الماضي الماضي المركب طبعا أيضا lamparfi يأتي في القيصة لتزيين المشهد بعدها يتدخل lopasi sample نقول بأن الشمس كانت تغرب بعدها يحدث حادث مثلا في القيصة إذن نتكلم عن تزيين المشهد إذن طبعا ممكن أن نعبر عنه lamparfi أيضا أي opasi compozy ثم في الماضي المركب طبعا هو أيضا نوع من الماضي الذي نعرف l'adjective vieux est femina طبعا نتكلم هنا l'adjective كما نتكلم عن وصف أو نعت vieux كما نقول كبير كبير نصفه شخصا نصف حيوانا كما عندنا هنا نقول عنه vieux est femina ثم مؤنت طبعا كما رأينا قبل قليل مؤنت هو une vie نقول un vieux cheval composé أحسن مني السيد ديبو أنه كان طبعا هنا عندنا لذلك verbo être ou passé composé كما تلاحظ عندنا participación du verbo être qui était مسبu بعد l'auxilia avoir monsieur ديبو a étei malade إذن السيد ديبو أنه كان مريضا il va mieux maintenant هو يصير أحسن الآن هو يصير أحسن الآن المقصود بأنه يتحسن الآن يتحسن يتحسن هو بشكل أحسن الآن كما نقول ثم عندنا un vieux monsieur إذن عدد السيد كابير السين une vieille dame ثم نتكلم عن السيد كابير السين سنت السيد سنت السيد un vieux monsieur et une vieille dame سنت السيد 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 رجول موسين ثم سيد موسين سيد موسين ثم سيد موسين سنت السي هم جلوس أنهم يجلسان طبعا هنا عدنا الورب أصوار عدنا الورب أصوار كاملا نقول فعل أجلسة ولكن هنا سنتكلم عليهم هما بأن هما سنت السي سنت السي إذن نتكلم عن الفعل بأن هما صرر مع أطر إذن نتكلم عنهم بأن هم كما نقول مجلسون نقصد بأن هم جلسون سي غنبون على كرسي طويل تبعا يسمى أمبون أو صلاي تحت أشعة الشمس أو صلاي ثم هناك لدينا الجمس لدينا الجمس بالسر او هناك الصلي مجلس لدينا صلي عرفة مجلس يعني في الماضي المركب لأن يكون الماضي المركب لدينا أولا تشاهد كجب lettingه المد صفح المادثة وانه اouvert الزيس التحيق وتحرير البيض فبعدنا نقول on va dire je suis malsan en a avou anna kun to a Rifi Darcy j'ai su malsan anna kun to a Rifi Darcy tu a su ta leçon entre ou en ti konte Ttai Arif ou konte Ttai Arifine ta leçon d'aursaka au d'aursaki il a su sa leçon et nueva kan airifo dar saw il a su sa leçon et nu a akan airifo dar saw إذا كانت تعرف درسها بالنسبة للجمع نحن كنا نعرف درس سنة ما عدنا مثلا نحن كنا نعرف درس سنة نحن كنا نعرف درس سنة كما نرى كلمة لسن ما زادنا لس إذا كنا كنا نعرف الدرس درس أحد ثم عدنا 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 سنة عدنا ثم قنا نعرف درس هنا. اذا ومع هذا الصرف ننتهي من هذه الفقرة. الفقرة القادمة ان شاء الله لازل نستنكمل مع جاكي وليلته هذه. كما نراحض. طبعا سيتعرض الى اصوات جديدة على طول الليل. اذا الى ذلكم الحين حياكم الله والى لقاء قادم بادن الله.